مؤتمر صحفي عقده المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لإطلاق برنامج إشراك المجتمع برؤية كويت جديدة 2035 المؤتمر يركز على العديد من الرسائل أهمها التركيز على أن الكويت قاعدة اقتصادية وممر دولي للتجارة والمال والخدمات واليوم أيضا معانا المجتمع المدني والبرامج الشبابية برنامج كفو وهو من البرامج تابع للديوان الأميري وهو برنامج داعم للشباب وداعم للكفاءات الكويتية ودخولهم معانا قيمة مضافة في رحلتنا في الدعم الإعلامي للخطة الإنمائية في البداية أود أن أنوه بأن هذه المبادرة المشتركة هي مبادرة تعريفية للمجتمع وإشراك أفراد المجتمع الكويتي في تحقيق وتنفيذ خطة نيو كويت 2035 إشراك الشباب وذوي الكفاءات بالتعاون مع مشروع كفو وطرح الأفكار والاستراتيجيات يعزز بشكل كبير من تنفيذ رؤية 2035 فيما يتعلق بموضوع استراتيجي وموضوع الكبير جداً للكويت وحضرة صاحب السمو وتحديداً معالي النابل الأول لرئيس مجلس الوزراء يرسمون عليه أمال كبيرة والشعب الكويتي خاصة لأنه مشروع كبير جداً فيما يتعلق بمدينة الحرير وتطوير الجزر هناك أيضاً اجتماعات مع الزملاء كما أسلفت في مجلس الأمنة من خلال مهندسة سارة أكبر أو من خلال الأستاذة لولوة النعمة هم أيضاً شركاء معنا في هذه العملية المشاركون في المؤتمر أكدوا على أهمية إشراك الشباب في رؤية 2035 والتعويل عليهم في بناء مستقبل الكويت من خلال تسليط الضوء على أفكارهم وإتاحة الفرصة أمامهم حسين الصائغ لتلفزيون المجلس